السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسيرنا اليوم عن رؤية البطاطا في المنام اولا تفسير رؤية قلع البطاطا في المنام البطاطا في المنام للرجل تدل على الحصول على المال والمركز بعد طول انتظار والمعاناة والبطاطا في المنام للمرأة تدل على نهاية الاحزان وبداية سعادة قادمة اليها في حياتها وتكشير البطاطا او غسلها يدل على زلال الهموم والاحزان وذلك في منام الرجل والمرأة على السواق وزراعة البطاطا في المنام تدل على المناسبات الصارة للشاب والفتاة كعصول على المؤهل أو بداية حياة جديدة مليئة بالأفرح وكلع البطاطا في المنام تدل على الحصول على العدف المنشود والنجاح بعد مشوار التعب والمعاناة للشاب والفتاة والمتسوجة وتحقيق السعادة بعد طول وصبر ومشقة في الحياة تفسير رؤية شراء البطاطا في المنام أكل البطاطا أو البطاطا السواقنية أو مطهية في المنام من الرجل تدل على المغامرات والتصرع في أخذ الكرارات والتي في الغالب تكون غير سليمة وتؤدي إلى النتائج عكسية وشراء البطاطا يدل على وجود مشاكل مالية كديون أو استهلاك زائد فعن الحد وإذا رأت المرأة المتسوجة في منامها أنها تشتري البطاطا فهذا يدل على المضايقات والخلافات وربما تكون خلافات مع الجرام أو خلافات مع عائلة وربما خلافات زوجية تؤثر على حالاتها النفسية وزراعة البطاطا جيدة في المنام من الرجل والمرأة تدل على كسرة طرق الخير وزيادة الرصيد المالي تفسير رؤية تقطيع البطاطا في المنام للعزباء تنظيف البطاطا وغسلها وتقطيعها في المنام يدل على السعي للحصول على الراحة والأمان وتحقيق الزيت ويظهرات الفتاة أنها تقطع البطاطا فهذا جيد ومحمود ويدل على التخطيط لمستقبلها فإذا وقامت بسلق البطاطا أو طبخها حصلت على النتائج المرجوة ويحقق كثيرا من الطموحات في حياتها تفسير حلم أكل البطاطا المقلية في المنام للعزباء البطاطا المقلية في المنام للغيم هي غير محمودة وقد تدل على المتاعب والأوجاع وقد تدل على معالجة الأمور لكي تصير الحياة أفضل وتنتهي الخلافات وفي منامع الفتاة العزباء قد تعني البطاطا المقلية مشاكلها العاطفية أو مشاكل في الدراسة وبدأ استعابها وقدرتها على اجتياز المراحل الصعب من حياتها وإذا رأت الفتاة أنها تأكل البطاطا المقلية فهذا يعني تخطيها للمواقف الصعبة بسلام تفسير رؤية البطاطا في المنام بطاطا تعني بعض المتاعب التي يواجهها صاحب الرؤية سواء كان شاب أو فتاة وذلك تلضحكيك مستقبل مشرك فسواء كان يشتري البطاطا أو يقليها فهذا غير جيد ويدل على كسرة من المشاكل التي سوف تواجه صاحب الرؤية وبحمود زراعة البطاطا وجنيها هذا يعني على تحصل ما بناه من قبل وتحقيق السعادة تفسير رؤية البطاطا الحلوة في المنام قد تعني البطاطا عدم دراسة القرارات جيدا قبل اتخاذها والتردد والقلق والخوف من المستقبل وهذا الشخص قد يحتاج إلى من يشده إلى الطريق الصحية كصديق الأمين أو الأخ فإذا رأى أنها يأكل البطاطا الحلوة المستوية لذلك على أنه حصل على متغاية وتحقيق أحلامه هي في طريقها لتحقيق والوصول إلى السعادة تفسير حلم إعطاء الميت بطاطا إعطاء الميت في المنام يدل على الخير والرزق الكثير كزوال الهموم وقضاء الديون وشفاء المريض وأخذ الميت من الحي غير مستحب يدل على الكوارث أو هموم في حياة صاحب الرؤية وبكده يكون حلقتنا النهاردة خلصت لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة